كان صندوق طحية مصر قد أعلن عن فتح حساب مختص بالحصول على أو تقبل أو قبول التبرعات للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى ناس كثيرة ممكن تقول لك وأنا اتبرع ليه؟ ده دور الدولة وأنا مالي أنا اتبرع ليه؟ الدولة وإحنا دايماً بنقول الدول لا تبنى بالتبرعات الدولة هذه مسؤولية الدولة والرئيس قال هذه مسؤوليتنا نصف تريليون جنيه إحنا هنتصرف هنخش على خط الريف طب ليه بنفتح ده؟ الحقيقة أنه ناس كثيرة عندها زكاة ناس كثيرة عندها فلوس صدقات ناس كثيرة كلنا مش ناس كثيرة كلنا عندنا فلوس زكاة وفلوس صدقات وساعات ما بنبقاش عارفين نوديها فين طبعاً جامعات الخيرية كثير وجامعات الأهلية كثير ومصر مفتوحة وفي ناس كثيرة يعني المفروض أن احنا نتكفل بيهم ويعني أهل لهذه الصدقات والزكاة لكن أيضاً هذا المشروع هذه القرى أنت بتساعد فيها ناس على فكرة دي مسؤولية الدولة وأنا لا أنكر أنها مسؤولية الدولة في المقام الأولى والدولة ما طلبتش هذه التبرعات لكن ليه ما نساعدش الدولة؟ هنا فكرة أن تساعد أن تساهم أن يكون عندك جزء من صدقاتك جزء من زكاتك داخل في مساعدة هؤلاء وأن أنت تخيل أن أنت حتى لو 100 جنيه دفعهم وللناس دي هتحس أن ده مشروعك وأن أنت ساهمت في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر